شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار مصر في مسعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لأدفع في اتجاه وقف اطلاق النار في قطاع غزة وخلال اتصال هاتفية طلقه من رئيس وزراء الهند نارندرا مودي حضر الرئيس السيسي من تداعيات الخطيرة إنسانيا وأمنيا للهجوم البرية على قطاع غزة مؤكدا ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي يتضمن إنفاذ هنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء أمس كما تبدل الزعيمان خلال الاتصال وجهة النظر حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لإثاره الجسيمة على حياة المدنيين أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها كما أكد الزعيمان على مواصلة قيادة مؤسسات الدولتين نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك ما بين بلدين الصديقين